وصلنا لفقرنا الطبية ما كنا مشاهدينا وأكيد رح نبليش فيها بموضوع كتير مهمة كتير من الأشخاص سابعان ومن الغشوة بالعيون أو أوقات ما بقى يشوفوا أبداً لحد ما يتكرر هذا الموضوع وبصير الموضوع خطير وما يمكن أنه نتجاهله أبداً فهذا شيء أكيد بيستدعي لحتى أنه نروح مباشرة لعند الدكتوري هذه أكيد يعطف لأن العين دائماً هي من الأعضاء الحساسة ولازم دائماً يكون في فحوصات دورية واليوم مشاهدينا رح نحكي عن موضوع مهم مرض أساد أو إعتام عدسة العين أو مثل ما بيقولوا المية البيضة هذا الشيء يمكن بهدد الرؤية وبسبب غباش ممكن يكون وراثي أو ممكن يكون بسبب إصابات أو عمليات جراحية ممكن تأثر على العين أو بسبب أمراض مزمنة معينة رح نوضح الأسباب والأعراض وطرق العلاج مع ضيف ناعي اللي صار ضمن الستوديو الدكتور سلاح مغير بيل اختصاصي في أمراض العين وشي راح تهي سعد صباحك دكتور سعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك سعد صباحك دكتور يعني نحنا هلأ عم نقول سعد بساطنا الموضوع للمشاهدين أنه بتعتيم الرؤية أو الغشاوة طيب الساد شو هو أكيد فيه له عدة فوارق وخلينا نعرف أسبابه كمان تمام الحقيقة نحنا بنحاول نقرب الموضوع كتير للمشاهدين بشكل كتير مبسط أولا الحقيقة الساد هو عبارة عن عتامة العدسة الداخلية بالعين نحنا بكل عين في عنا عدسة داخل العين مفروغ تكون شفافة بشكل كتير منتاز لازم تكون المادة تبعها متجانسة حتى تفوكس الرؤية تفوكس الخيالات على سطح الشبكية وتكون الخيالات نت وواضحة بشكل ممتاز هلأ هاي العدسة إذا صار فيها اعتام أو تبدلات في بنية هاي العدسة الداخلية تبع العين هذا يؤدي إلى حدوث تشوش بالرؤية وهذا ما يدعى بالساد أو المصلاح المتعرف عليه بين الناس المي البيضاء تمام دكتور يعني بعد ما تعرفنا على الساد خلينا نقول بأي عمر ممكن يظهر هذا المرض من هنون الفئة الأكتر إصابة بهذه المشكلة سؤال مهم الحقيقة نحن الساد المتعرف عليه أنه هو مرض الأشخاص المسنين يعني هو متعرف عليه شيء يدعى الساد الشيخي اللي بصير مع تقدم العمر يعني مثل تبدلات بتصيب الجلد بتصيب الشعر بتصيب كل أعضاء الجسم فعنا تبدلات بتصيب العدسة الداخلية بالعين هاي بتسميها حدوث الساد الشيخي اللي هو كل الناس معرضين للإصابة فيه ولكن الساد ممكن يصيب أي فئة عمرية نشوف نحن حالات ساد ولادي ممكن بعض الأطفال يولدوا في عندهم ساد يعني أنه عتمة بالعدسة الداخلية بالعين وفي عندنا فئة الشباب ممكن يصير الساد نتيجة إصابات رضية ممكن يكون نتيجة رض على العين ممكن يصير تداخلات جراحية تأدي لتشكل ساد لاحقا ممكن أيضا حدوث مثلا التهابات داخلية بالعين في بعض الالتهابات بتصيب بعض طبقات العين ممكن تؤدي لتشكل ساد أو اعتامة بالعدسة الداخلية ذكرت حضرتك دكتور أنه ممكن يجي أطفال يخلقوا ويصير عندهم ساد طب هون الأهل ممكن ما يعرفوا والأطفال ما يقدروا يعبروا شو هي ممكن الأعراضي اللي بترافق هذا الطفل؟ تمام الحقيقة الأهل اللي عندهم خبرة عندهم أطفال مسبقين يعني أطفال قبل هالطفل المصاب الحقيقة بلاحظوا أنه الطفل الجديد هذا اللي بشكوا فيه عندهم مشكلة لأنه ما عم يقدر يكون عم يتوجه ما عم يشوف وجه أمه الحقيقة ما عم يتعرف على والدته مثلا عم يقرب الأشياء كتير من عينه مثلا هلأ متعرف عليه من ناحية القدرة البصرية عند الأطفال فيه عندنا بعض المعايير منعرف من خلال أنه هالطفل عم يشوفه لما عم يشوفه هلأ الطفل المفروض بعمر الأربع شهور تقريبا أنه يعرف وجه أمه يتحق بس يشوف والدته يعني لما الطفل ما بيتفاعل مع اقتراب والدته منه فبحطوا هالإشارة استفهام حول الموضوع طبعا مع الزمن إذا كان في قصة عائلية بينتبهوا من البداية بلاحظوا أن الطفل فيه عنده مثلا ممكن تشوف الحدقة الحدقة هي جزء الأسود الدائري اللي بمركز العين بشوفوها بيضة بشوفوها المادة أو المنزل الأبيض بشوفوه بمركز الحدقة فهذا أمر برفيت نظرهم بيأخذوا الطفل عند الطبيب اللي بشخص طبعا بوسائق تشخصية معينة وجود السادة الولادة عنده طيب والأعراض للأشخاص الثانية الأشخاص الثانية تختلف حسب الفئة العمرية هلأ حسب مثلا إذا الساد ببدايته ممكن يكون أول عرض مثلا عند شخص بيشتغل سائق أو رجل بسوء سيارة أول عرض له هو الزعاج من الرؤية الليلية بصير يشوف الأضواء بالطريق حوله هالات ملونة حوله حوله الضوء أو بيشوف الأشياء إلى خيال مثلا بيطلع على الأمر بيشوف إلوه عدة خيالات مثلا هي ببداية تشكل الساد ولكن مع تقدم الإصابة هذا حيؤدي إلى تدني تدريجي بالقدر البصرية بيقول لك أنا ما عم شوف كنت شوف سابقا على البعد 50 متر 60 متر هلأ ما عم شوف على البعد 10 متر تدريجيا كلما القدر البصرية بتتضلع طيب قبل ما نروح لطرق العلاج خلينا نحكي ممكن يكون هذا المرض دكتور هو علامة تحضيري لمشكلة معينة بالجسم هلأ ممكن الحقيقة ممكن يكون بعض الأمراض أو الآفات العامة ممكن أمراض العامة ممكن تأدي لتشكل الساد نذكر منه مثلا نقص الكالسيوم الشديد بالجسم قصور جارات الدرق مثلا ممكن نشوفه يتطور بصورة سريعة عند الأشخاص اللي عنده سكري يجين المريض مثلا مو عرف أنه عنده سكري ولكن تبدلات شكل الجسم البلوري عنده قد تكون مؤشر نحن نشوفها التبدلات بفجأة عند المريض ممكن نحاوله نقول له معلش تعملها تحليل سكر بالتحليل يصبح عنده إصابة سكري قد يكون المؤشر لإصابات تانية بالجسم يعني هو بالنهاية هذا مرض دكتور مثل ما ذكرت حضرتك ندى نسميه مرض ندى نقوله نقوله هو بعض الشكل الشيخي منه الشكل بتطور مع العمر هو الشكل من أشكال التطورات اللي بتصير للناس كلا يععم مع العمر طيب كيف بتم التشخيص لقلو بحس أنه يعترف فيه بالتشخيص الصح أنه هذا مرض مو عارض بسيط وراح تمعم نحن الأول شيء المريض شكاية المريض الحقيقة شكاية المريض هو تدني تجريجي بقدر البصري مثل ما حكينا لبعض الأشخاص بقولك أنه مثلا نحن عم نشكي أنه عم نحس كأنه فيه دمع بعينها لأنه الرؤية بتكون ضبابية شويز مثل عم تطلع من تبلور عليه ضباب مثلا هلا بالفحص بالأجهزة الفحص الموجودة بالعيادات العينية طبعا فيه وسائل تشخيص أكيد تأكلنا التشخيص طبعا نحن لما نشوف الساد عند أشخاص كبار بالعمر أوكي هذا تطور طبيعي عند الإنسان ولكن لما نشوفه عند شخص صغير بالعمر فهن لازم ندور على الأسباب التانية نسأل مثلا إذا جاءنا شخص أمره 15 سنة عنده ساد خاصة بعض أشكال الساد نسميه الساد تحت المحفظ الخلفين نسأل المريض إذا كان عم يتناول استيرويدات يعني كورتزون سواء بالطريق العام أو طريق الموضع ممكن هذا يؤدي للتطور تشكل الساد عند هدول الأشخاص الصغار بالعمر نشوفه هذا الأمر الشائع عند الأطفال المصابين بالرمض الربيعي اللي هو حساسية موسمية بتصيب الأطفال ومع الضمان بيضمنوا على استعمال أطرات الكورتزونية اللي ممكن تأدي لتشكل الساد عندهم وهون طبعا نقطة هامية لازم ننبه أنه عدم استعمال العشوائي للأدوية الكورتزونية سواء بطريق الموضع أو طريق العام ممكن تأدي لتطور هالحالي عند الناس دكتوري من نسمع أنه العلاج بالنسبة لمرض الساد أو أعتام عدسات العين لازم يكون جراحي طيب نحن منقدر نبلش بأمور بسيطة أنه ممكن نبلش كعلاج ذوائي أو ممكن باستخدام نظارة طبية خلينا نوضح أو ممكن حسب حالة كل الشخص في بعض حالات الساد هي بسمية الساد النووي اللي بتظاهر بتدني القدرة للبعد ولكن رؤية القرب بتظل جيدة ممكن في بدايته أنه نعطي المريض نظارة أنه يمشي حاله فيها ولكن مع تفاقم حالة الساد وأعتامل عدسة الداخلية تبع العين ما بقى حال غير الجراحة والجراحة الحقيقة هي جراحة بسيطة يعني المرضى ممكن يخافه أنه نعمل جراحة بالعين ولكن تعتبر جراحة الساد هي من أبسط الجراحات العينية بيدخل المريض على أساس هو مريض خارجي يعني ما بينهم بالمشفى الجراحة بتتم خلال دقائق فقط عن طريق ما يشبه التنظير بيستعمال أمواج فوق الصوت وعبر جرح كتير صغير ما في لا قطب جراحية ولا شيء وبتكون نتائجة كتير ممتازة وفترة النقاها للمريض كمان كتير قليلة يعني ممكن تاني يوم يرجع المريض لموارسة حياته الطبيعية دكتور ممكن نرجع نذكر بالأسباب الأساسية يلي بتسبب مرض لساد بنيدنا نقول أول شيء الأكثر شيوعين هو العمر في بعض الأسباب التهابية مثلا في بعض الالتهابات بتصيب بعض النسج بالعين بتسميها التهابات القميص العضل وعائي اللي بنشوفها عند الأشخاص اللي عندهم بعض الأمراض المناعية ممكن تقدل تشكل ساد عندهم النقطة الهامة عن مرضى سكري تبدلات قيم السكر خاصة ببداية الإصابة بالداء السكري تبدلات قيم السكر طفاعا وهبوطا ممكن تقدل تشكل ساد عند هدول المرضى في عندنا السادة ذكرنا الولادي والقصة الوراسية موجودة أكيد يعني زواج الأقارب بأهب أكيد لتشكل السادة الولادي عند هدول الأطفال بولده عندهم ساد وردود العين مثلما ذكرنا بالفئة عند الأشخاص الكبار الموبايل أكيد لا الموبايل له تأثيرات بسيطة على العين طبعا يعني لحقيقة نعطى أكثر من حجمه أن ممكن موبايل يكون له تأثيرات سلبية ممكن تشكل سادة ممكن تشكل سادة بالفاف بالعين شعور إجهاد بالعين فقط تمامي يمكن دكتور عم تحكي وتوضح أكثر عن الأسباب اليوم اللي ممكن تؤدي لهذا المرض بس كمان أحيانا ممكن نسمع أيام زمان لما كنا أصغر إذا بنا نرجع راسنا تنزل المي البيضاء تماما هذا الشيء صحيح دكتور الحيئة هذا كلام مو صحيح أبدا يعني مجوز هي أسلوب كان يتبعوه الأهل لتنبيه الأولاد أو إبعادهم عن الحركات العنيفة ولكن الحقيقة ما له أي شيء مصبت أكيد لا طيب خلينا دكتور بآخر شيء نتعرف نحن كيف فينا نوقع حالنا من مرض السادة أو هي سبول الوقاية يعني ممكن تحمينا بشكل الحقيقة أنه نحن نحمي تماما من تشكل السادة هذا غير وارد طبعا لأن السادة اللي بدو يتشكل هو مثل التبدلات اللي بتصيب الإنسان مع العمر ولكن في بعض الأشياء ممكن نحن نتخزر تأخر من تشكل السادة أو تبطئ من تطور السادة أو عتامة العدسة الداخلية للعين مثل مثلا الغذاء الصحي الغني بالفيتامين لأكل الخضروات والفواكه اللي فيها مضادات الأكسادة ممكن تأخر تطور السادة وبنشوف الحقيقة الشعوب اللي فيها بيأكلوا خضروات كتير هي الحقيقة تطور السادة عندهم أقل الابتعاد عن الأشعاء فوق النفسجية الأشخاص بتعود للأشعاء فوق النفسجية كتير مؤهبين أكتر من غيره لتشكل السادة وبالتالي استعمال النظارات الطبية الواقية من الشمس يعني ممكن يأخر تطور السادة طبعا الأشخاص اللي عندهم سكر يبننبههم لضبط السكر لأنه تبدلات قيمة في السكر بقدم ممكن تؤدي لتشكل السادة بشكل سريع طيب خلينا نوضح أكتر للمشاهدين اللي اللي عم تابعونا عن العلاج يعني هل هي طريقة العلاج اليوم الجراحية مؤلمة دكتور؟ أبدا نوضح يعني تخلنا على العيادة تخلنا للعملية شو بيتم خلينا نوضح أكتر؟ الآن الإجراء كتير بسيط طبعا يتم معظم عمليات الساد بتتم تحت تخدير الموضعي باستخدام قطرات بس بنخدر العين بواسطة قطرة فقط العملية بتتم خلال 10 ل 12 دقيقة تقريبا المريض ما بيشعر بأي شيء أثناء العملية ولا حتى بعد العملية معظم المرضى يعني نحن بكون عم نحكي معهم أثناء العملية يعني وبعد العملية بنقوله خلصنا العملية بالنمع أقول لسه ما شعرت بشيء أنا يعني فالعملية بسيطة وسهلة والتطور الطب الحقيقة أكتير غير من سليب والتكنيكات العمليات الجراحية العمليات الساد يعني أهم شيء طبعا هو التطور زرع العدسات داخل العين العدسات اللي بتنزرع داخل العين حتى تعوض عن الجسم البلوري المستخرج طورت بشكل كبير الحقيقة نحن سابقا كنا نزع عدسات فرجة بس للبعد وللقرب يحتاج المريض يستعمل نظرات مصححة حتى يشوف الأشياء القريبة عدسات الحديثة طبعا تغلبت على المشكلة نحن في عدسات فرجينا القرب والبعد أو عدسات فرجة على مسافات المتوسطة والبعيدة وبالتالي المريض ممكن يكون عمره ستين سنة يقول عمره عميل بس نظارات لما بيعمل عمليات الساد الحقيقة تخلص عن نظارات وعاش كأنه رجع عمره عشرين سنة يتخلص النظارات وعم يشوف للبعد والقرب والمسافات المتوسطة المسافات المتوسطة اللي صادت كتير مهمة بحياتنا والممارسة اليومية بس هو باستعمال أجهز التليفونات والكمبيوترات وغيرها الحقيقة طيب دكتور خلينا نعرف من حضرتك نحن أمتى ممكن ندخل بمرحلة الخطر ممكن بعد كم مرة يعني ممكن أنا أشعر بعارض مرة مرتين ثلاثة فكر أنه مثلا دوخاء وعارض بسيط ومرأ وراح أمتى أنا ممكن أنا حس بالخطورة ولازم شوف دكتور الآن الخطورة فقط تكمن بحالات الساد المهمة يعني مريض مثلا في عنده الساد بجناء أشخاص بعمرهم ما راجعوا طبيب مثلا وعندهم ساد من زمان من عدد سنوات طويلة ممكن إذا أهمل لسنوات طويلة الساد ممكن يؤدي إلى حدوث تبدلات في بنية العدسة الداخلية تبع العين ممكن تؤدي إلى ارتفاع بضغط العين ما يدعى بين قوسين والماء السوداء هذا وهون في خطورة الحقيقة الساد أو يتشكل شيء بسميه الساد المنتبج يعني العدسة الداخلية تبع العين تنتبج وتؤدي إلى ارتفاع بضغط العين هي فقط نشوفها بالحالات المهملة لما المريض مثلا الطبيب يقول له في عندك الساد وهو خايف يعمل العملية طبعا لازم نعرف كمان نقطة هامة أن عملية الساد ما هي عملية إسعافية يعني أول ما الطبيب يقول له المريض عندك الساد لازم إجباري خلال يوم يومين يعمل العملية اللي يقرر بتاريخ التوقيت العملية هو المريض لما بينزعج هو تصبح القضرة البصرية متدنية بحيث ما يقدر يقوم بمهامه اليومية حياته اليومية يعني تتأثر ساعة المريض بقرر يعمل عملية الساد ولكن يجب ننتبه أنه كل ما تأخرت عملية الساد بصير القساوة العدسة الداخلية تبع العين أكبر وهذا بيجعل العملية أصعب على المريض وعلى الطبيب وعلى العين طبعا دكتور بلاقيك اليوم ما نسبة انتشار هذا المرض اليوم عندنا بسوريا أنتها عم تكونة كبيرة خلنا نوضح ليش وشو الأسباب هلا الحقيقة ما بريد أن نقول أنه نسبة انتشار عالية الساد الطبيعي اللي بيصير مع العمر هو نفس النسبة الموجودة عالميا قد تكون أعلى شوي لأن بلادنا تفعتها من بلاد الحارة هلا الإصابات الرضية ممكن تكون الساد الرضي أكتر حدوث عن بلادنا بسبب عدم توفر وسائل وقاية أو التسقيف من الوسائل الوقاية أثناء العمل يعني إصابات العمل مثلا ممكن تؤدي إلى حدوث إصابات رضية تؤدي إلى تشكل الساد قد تكون بلادنا أكتر شوي لأنه التسقيف في مجال الوقاية أثناء العمل أقل من غيره النقطة الهامة الحقيقة التي تعتبر أكتر من البلاد الأخرى هو الساد الولادي بسبب زواج الأقارب اللي معروف أنه منتشار عندنا بلادنا بشكل أكبر من الدول الثانية طيب دكتور ممكن نتيجة حادث أو ضربة ربما تكون عنيفة تؤدي إلى الساد مرض الساد وتتم معالجته بشكل نهائي عن طريق الجراحة طبعا نحن كثير يوميا نصادف حالات خصوصا عند الأطفال ننبه هذه المناسبة عدم استعمال الوسائل اللي يستعملوها بالألعاب الألعاب يستعملوها قد تكون مؤذية مثل الفرد الخردع بسموه أو ننبه نشوف الأطفال بالمدرسة مثلا ممكن يكون ماسك ألم أو مصرر بإيده وقع الطفل أصاب عينه هذا ممكن يؤدي إلى تشكل الساد والحقيقة تعتبر من حالات سيئة يعني عمليات الساد عند الأطفال قد تكون إلى عقابيل أكثر من عمليات الساد اللي نشوفها عند الكبار اللي بتكون أسهل وأبسط وأيسر طيب في حال حدوث مضاعفات أو تأثيرات جانبية بعد العملية الجراحية دكتور كيف يتصرف اليوم المريض إن كان في البيت قبل ما يتوجه للطبيب تمام هلا المريض هو بيتوقع مثل ما ذكر له الطبيب أنه بعد العملية حيكون العين رايئة وهو حيشوف بشكل كتير ممتاز لما المريض بيشوف أنه ممرتاح أنه فيه ألم فيه حمرار بالعين طبعا لازم يراجع الطبيب فورا يعني ما ينتظر هو على الموضوع لأنه فيه اختلاطات فعلا اختلاطات للعملية مثل أي إجراء بسيط ممكن يستيبع الجسم ممكن يكون سليم 100% ممكن يقلو بعض الاختلاطات ممكن تكون تحدث أثناء العملية ممكن تحدثوا شكل متأخر بعد العملية هون المريض لازم يراجع الطبيب يعني ما يكابر على وجعه يعني يراجع الطبيب والطبيب هو يقدر شو الاختلاط اللي ممكن يكون حصل ممكن يكون بسيط وعلاجه بسيط القطرات وممكن يحتاج تداخلات طيب ممكن دكتور إذا أنا تأخرت لحتى راجع الطبيب بعيد الشر عن قلبي يعني إذا الشخص المصاب تأخر لحتى يراجع الطبيب هون شو ممكن يصير عنده مضاعفات ممكن يأثر شي على صحته بشكل عام راسه والدماغ هلا لا أكيد ما بيأثرها بشكل عام يعني الإصابات العينية هي محدودة بالعين ولكن التأخير ممكن يعمله ألم مستمر ممكن يترفع بصداع يعني تأكيد يعني فضلوا يكون المريض ما يتأخر بمراجعة الطبيب بها الحالات أكيد يعني يوم يمكن دايما في تطورات في شغلات أمور جديدة اليوم بطب دكتور خبرنا اليوم ممكن في تعديلات كانت جديدة على أمور العلاج بهذا المرض أم لا لسا نفسه أنا أكتير طرحة أفكار من عشرات سنين الحقيقة أنه ما يحتاج الطبيب يلجأ للجراحة أنه ممكن يخترعوا شيء أدوية أطرات ممكن تمنع تطور الساد عند المرض أو تعالج الساد الحقيقة حتى الآن ما فيه شيء مسبت علميا حتى الآن رغم كل الأبحاث على هذا الموضوع ولازالت جراحة الساد هي الأساس ولكن التطورات هي التطورات اللي طرعت على جراحة الساد اللي خلت العملية كتير بسيطة وسهلة ونتائج تبعها كتير ممتازة يعيش الإنسان حياة طبيعية تماما حتى أحلى من حياته اللي كانت سبق قبل تشكل الساد من حيث الرؤية الممتازة للبعض لأن الناس تخاف كتير اليوم أنه عملية جراحية وبالعين هو صحيح الفكرة بحد ذاتها قد تكون مخيفة ولكن لما الطبيب قادر يتواصل مع المريض بشكل بسيط ممكن يعطيه بعض الأشكال الناس تطلع عن نت وتشوف فيديوهات ممكن تعرف أنه الأمور كتير بسيطة الحقيقة والمريض الحقيقة بكون خايف كتير أول ما بيعمل أول عين بيقول لي دكتور أمتى بدي أعمل عين تاني لأنشاف الأمور كتير بسيطة بالنسبة له يعني وتشجع أكتر هلأ دائما العالم بتخاف وقد بدأت روح تعالج حالة بس بقصص تجميل ما حدا بيخاف نروح نقص صبايا نحن مبسوطين فأكيد لكل شي حلو وتجميلي في عواقب تانية في ممكن يكون في خطورة للعمليات الجراحية الشائعة هلأ للعيون ممكن تؤدي لساد أو عمى أو بالمستقبل يكون في إلهيك عمليات غير الساد هي تقدر تشكل ساد هلأ ممكن أي تدخل عمليات أي عمليات تجميلية يعني هلأ آخر آخر تطور أنه تغير لون عيوننا هلأ أكيد هذا الموضوع نحط عليه إشارة استفهام وإشارة تعجب كبيرة تغيير لون العين الحقيقة حتى الآن ما أخذ أي موافقة بأي منظمة صحية بالعالم الحقيقة بيتم بشكل عشوائي وتأثيراته السلبية كتير كبيرة هي طبعا تقدر تشكل ساد تقدر تفعب ضغط العين مشاكل كتير مهمة حتى الآن تغيير لون القزاحية هو عملية عالية الخطورة وما مصح فيها أبدا وما مصح حتى الواحد يفكر فيها من أصله ممكن إذا اضطر الإنسان أنه يستعمل عدسات ملونة بشكل مؤقت أفضل من أنه يعمل أي تداخل جراحي ممكن يحمل خطورات عالية طيب دكتور ممكن الساد يكون بعين واحدة نلاحظه أو ممكن لازم حسرا بالاتنين هلأ هو معظم الحالات الساد المتطور بعال العمر الحقيقة بكون سناء الجانب ولكن ممكن عين تكون متطورة أكثر من عين تاني شو السبب؟ ممعروف الحقيقة مضاعفة ممكن تكون دكتور؟ ممعروف ليش عب عين ممكن يكون تطور قبل عين تاني ولكن بالمحصلة العين تاني حتى تلحق للعين الأولى ولكن بحالات الساد الرضي أكيد لما بصير رضي على العين واحدة بصير الساد بهالعين المصابي بالرض أكيدا نحنا كتير بدنا نستفيد من المعلومات القيمة اللي عم تقدمنا إياها وبدنا كمان منك بعض النصائح مخصوصا هلأ فترة أعياد ومناسبات وكتير هاي أصص الألعاب النارية ممكن حتى الأضوية ممكن تسبب خطورة كمان ما في شي خلينا تعليمنا بأهم النصائح هلأكيد الأضوية العالية الإضاءات العالية ممكن تعمل إحساس جفاف تأذي الجفاف بالعين إحساس بشعور مثل كانو في جسم غريب بالعين تعمل ظهر ضيائي وهي علاجة بسيط بالأطراط المرتبة أما أهم شي هو الحقيقة الرضوض ممكن تصير نتيجة استعمال مفرقعات نتيجة استعمال الألعاب اللي ممكن تحمل خطورة الحقيقة كتير نبه أنه عدم بيع عدم تداولة بين الأطفال اللي بيحمل خطورة عالية للإصابات اللي قد تكون الحقيقة قد تقضي على الرؤية ممكن الحالات للإصابات بالساد تكون بس إصابة الساد وأمر بسيط من حال بعملية جراحية قد تكون الخطورة أكبر قد تقضي الإصابات وتلف أكبر بالعين ومن هون ضرورة الامتناع عن استعمال الألعاب أكيد وخلينا كمان بالخطام سريع نعطي نصائح للناس اللي عم يتابعونا كيف اليوم يكون في كشف مبكر وفحوصات ضرورية للعين إن كانوا للقبار أو حتى للأطفال تمام كل طفل حقيقة لازم الأهل يفحصوا قبل سن دخول المدرسة لأن دوما هذا السؤال نسألو أين تطفل لازم ينفحص كثير ضروري ينفحص قبل سن دخول المدرسة حتى نتأكد فيه عنده مشاكل بصرية الطفل بحاجة لإستعمال من الدارات أو لا هلأ ممكن أثناء الفحص الدوري نكشف عن حالات الأهل لم ينتبهين عليها وكمان برضو الأشخاص الكبار بالعمل لازم يفحصوا على الأقل سنة دوريا لحقيقة لو كثير أشخاص يكون عندهم ساد وعندهم مشاكل أهم من الساد مثل مثل اتفاع ضرورة العين اللي لا ينتم الكشف عنده أبدا والإنسان لا يشعر بقية شي لما يكون ارتفاع ضرورة العين عنده إلا بالفحص الدوري عند الطبيب والفحص الدوري أكيد هو بيكشف لنا عن بعض الآفات اللي ممكن كشف المبكر يقي المريض من خطورة كبيرة قد تؤدي للعمل أكيد بالخطام بدنا نتشكرك الدكتور وعلى كل النصائح اللي قدمت لناها شكرا لك شكرا لكم شكرا لك الدكتور صلاح مغاربة الاختصاصي في أمراض العيون يعطيك ألف عافية شكرا لكم